شارك رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية السفير أحمد محمد الطريفي في خلوة الوسطى بشأن الوضع في السودان التي انعقدت في العاصمة جيبوتي وفي كلمته أشار رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية إلى مخرجات قمة البحرين التي عقدت في مايو الماضي والتي أكدت فيها الدول العربية على ضرورة التضامن مع جمهورية السودان ورفضها بشكل قاطع أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وأكدت أيضا على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه كما جدد التأكيد على موقف المملكة بضرورة استخدام كافة القنوات الدبلوماسية لدفع الأطراف السودانية نحو حل سلمي شامل ومستدام ودعوة المملكة المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب السوداني شغيق وتقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية العاملة على الأراضي السودانية مشددا على أهمية دعم المبادرات الاقتصادية والبنية التحتية لإعادة بناء السودان وتحقيق الاستقرار الدائم ترجمة نانسي قنقر